المملكة العربية السعودية ومعرضه بهدف إعادة تعريف التجربة الثقافية للمقيمين بالقدية وزوارها على حد سوى حيث يتوقع أن يستقبل المركز أكثر من 800 ألف زائر سنويا وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث شاركت هيئة أبوظبي للتراث في فعاليات موسم طنطان الثقافي الذي يقام في جنوب المملكة المغربية خلال الفترة من الـ 26 إلى 30 من يونيو الجاري تحت شعار 20 عاما من الصون والتنمية البشرية ويعقد الموسم بهدف إحياء التقاليد الصحراوية وعادات الرحل وقبائل الصحراء في المغرب ويتميز الموسم بتعدد أشكاله الثقافية والمهارات المرتبطة بالممارسات الحرفية التقليدية بالإضافة للمجالات الثقافية هذا وتسعى هيئة أبوظبي للتراث عبر مشاركتها إلى تسليط الضوء على عناصر التراث الإماراتي المعنوي وتقديم تجربة فريدة لزوار جناح دولة الإمارات من خلال لوحات حية تحاكي التراث كما في الماضي إلى جانب العديد من الفعاليات والمسابقات التراثية المتنوعة وحول إبراز مكانة اللغة العربية أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بمقار منظمة العالم الإسلامي للتربية والألوم والثقافة إسيسكو كتاب إبراز دور اللغة العربية وإرثيها في التبادلات الثقافية والألمية والتجارية على طول طريق الحريق وخلال حفل التجشين أكد المدير العام للإسيسكو أن لغة الضاد انطلقت من الجزيرة العربية مهدى رسالة الإسلام حتى بلغت طلائعها الصين وآسيا الوسطى وصولا إلى تركيا وحدود أوروبا وشهد الحفل عقد جلستين نقاشيتين حول إرث اللغة العربية على طريق الحرير الأولى بمشاركة باحثين عرب وصينيين انطلقت الدورة التاسعة عشر لمهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب بعدد من الحفلات الغنائية قدمها عدد من أبرز النجوم على مسرح النهضة المخصص للموسيقى العربية وفي أحد الحفلات تم عرض صورة ثلاثية الأبعاد لكوكب الشرق مع أغنيتها التي استمع لها الجمهور على مدار ساعة ونصف في تجربة بصرية وسمعية لتعود بذلك أم كلثوم إلى مسرح محمد الخامس الذي سبق أن أحيت فيه المطربة الراحلة حفلا عام 1968 ويعد المهرجان الأضخم موسيقيا في المغرب ومن أكبر المهرجانات الموسيقية في المغرب وشمال إفريقيا ويجمع بين النجوم الموسيقى العالمية والعربية اختتمت فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض بكين الدولي للكتاب التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين وتذبت نحو 1600 عارض من 71 دولة ومنطقة لعرض 220 ألف كتاب صيني ودولي وشهدت دورة المعرض لهذا العام عقد أكثر من ألف حدث ثقافي كما تم التوصل إلى أكثر من 2100 اتفاقية تجارية بشأن حقوق الطبع والنشر وعمل معرض بكين الدولي للكتاب باعتباره الثاني أكبر معرض للكتاب في العالم على تمهيد الطريق أمام الثقافة الصينية لتتوجه نحو العالمية ويكون بمثابة جسر للتعلم المتبادل بين الحضارات ترجمة نانسي قنقر